السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايك شابه عاملين يا رب تكونوا بخير ما تنسى ستصل على سيد الخلف محمد صلى الله عليه وسلم بولد اسكيد طبعا اللاعب نازل طاقات خرافية جدا التقييم التحدي ده واخد سبعة وستين في المية يعني تقييم كويس جدا 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 عليه التاج يعني عنده تناغم فل القدم بتاعته اربعة والمهارة بتاعته خمسة طوله مية ثلاثة وتمئين سنتي يعني كويس جدا بالنسبة الاطوال الموجودة في اللعبة بيلعب باليسار يعني لاعب ممتاز جدا عنده اربع مراكز اربع مراكز ممكن يلعب بيهم اللاعب بلود اسكيد طبعا اللاعب اسطوري يعني هقول لك التقاط بتاعته ايه قاع السرعة بتاعته اتنين وتسين التسديد تسعة وتسين يعني مش حالف اقول لك كيف المشكلة في التسديد ده التمرير عنده تسين المراوغة اربعة وتسين الدفاع عنده سبعة وخمسين البدني عنده اتنين وتسعين طبعا اللاعب خرافي جدا من ناحية التسديد ليه بقى الكارت ده عنده باور تسعة وتسعين يعني ايه يشوت من بارة تمنتاشر رجله تقيلة ترشى ترشى على الألوان يعني يجيب لك الجول من بارة تمنتاشر ممتاز عنده بقى شوية حاجات حلوة قيادي كرة عرضية مبكرة والتسديد من بعيد ممكن يسدد لك من بعيد وصنع ألعاب ممتاز جدا وبيسدد بظهر القدم ممتاز تهال اللاعب ده عايز تلات تشكيلات فقط عشان تعمل التحدي بتاع اللاعب بولتسكي عايز تلات تشكيلات تلات تشكيلات مش صعبية يعني مش هيكلف كتير اللاعب هيكلف حوالي متين وخمسين الف كوين التحدي لو لاني خمسين الف كوين وادي اللاعبة اللا ممكن تروح في التحدي ده الاسعار دي مش موجودة في السوق لا الاسعار دي موجودة في السوق لو اشترتها بمزايدات من بعد الساعة 2 بالليل للساعة الستة الصبح ده افضل وقت تشتري بيه اللاعبة بمزايدات التحدي التاني بتاع بلودسكي رهيب جدا تمانين الف كوين بس ادي اللاعب وادي التحدي واللاعب صراحة ما تضعوش كرت مجنون عارفين ايه كرت مجنون ريجل وطارش هالجول من بعدة 18 وباور شوت غير طبيعي يعني لاعب اللاعب بالكروت او باللاعب ده من اهم زمان هيعرف بلودسكي وهيعرف من الكارده القوي التحدي التالت بتاعي يكلف مية وخمسة الف كوين وادي اللاعبة لو ممكن تروح في التحدي التالي وانا هقول لك بقى في حد مديل اللاعب بلودسكي لو انت هتجيب لعب بشوتة بتاعه تسعة وتسين والباور بتاعه تسعة وتسعين تعال حندور مع بعض ونشوف انا وواحد من الناس مش عارف نمسك السوق والماركت وندور على كل اللاعبة ان الباور بتاعها تسعة وتسعين انا رأي الشخصي يعتبر افضل كرت تسعة وتسعين موجود في السوق طبعا كاريستان ورنالدو اه مش يعني استعالي اطلال حد وليفندوبيسكي كويس يعني اقرب كارتي ليه بس طبعا احنا فيه ناس تقول لك كارتي تقيل جدا فناس مش عايزة الكاد والكارت التاع ساتة وتسعين رونالدو الكارت ده طبعا غالي فافضل كروت موجودة في السوق عشان تقدر تجيب اللاعب ده بلودسكي تسعة وتسعين وطبعا فورلند طبعا قريب منه تمانية تسعين بس طاقات برضو مش زي طاقات بلودسكي انا لعبت بورلند بس ولعبت بولدسكي الاثنين كويسين بس افضل منهم بلودسكي صراحة رجله طارش على الجول مبارة التونتشر ورمع ارميا معلم جول ترجمة نانسي قنقر